بسم الله الرحمن الرحيم أضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين نزولا عند رغبة كثير من الأحبة ولحبهم لما قمت به في رمضان في سلسلة أسوة حسنة وكنا نتحدث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن القدوات من التابعين حتى يعني من المعاصرين سوف أجعل من الدرس الصباحي يوم الجمعة إتماما لما بدأت به وتكون إن شاء الله السلسلة هي أسوة حسنة لو أنه ليدبر آياته هو القرآن الكريم إنما أنزل لنتدبر آياته لكن إن شاء الله الله عز وجل بجعلنا القبول في هذه السلسلة يوم تحدث عن رجل يحبه كل الناس كل ما ذكر هذا الاسم متعلق بشعير من الشعائر هو سيدنا بلال بلال بن رباح بلال بن رباح الحبشي التيمي لا يظن الناس أنه سيدنا بلال يعني إجع من الحبشي لمكة سيدنا بلال ولد في مكة لكن أصله حبشي من الحبشة الحبشة هي بلد التي تسمى في هذه الأيام أثيوبيا وهم ذو بشرتين سوداء سبحان الله لما بدي حط القيمة الأخلاقية لهذا الرجل ما في أجمل أنه تتكلم عن الصدق في الحب سيدنا بلال كان من أول من أسلم من العبيد هو مولى لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني هو خادم عن سيدنا أبي بكر مملوك حتى أبوه كان مملوكا وأمه مملوكا لأمية ابن خلف أحد سادات قريش بلال رضي الله عنه وأرضاه كان يتمتع بصوت ندي صوته حلو هذا الصحابي الجليل لما شرع الأذان الأذان في السنة الأولى من الهجرة له قصة طويلة هو سيدنا عمر هو اللي شاف الرؤية وقال له يا رسول الله لماذا يعني لم ينزل لربنا شيئا نجتمع عليه طريقة أنه وقت الصلاة أنه نجتمع على شيء لأن النصارى عنده النواقيس نقوس بدؤ فيه فرأى سيدنا عمر الرؤية وقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علم ما رأيت لأن النبي كمان شاف الرؤية شاف سيدنا جبريل بنفس الرؤية تبع سيدنا عمر قال علمها لبلال فإنه أندى منك صوتا هو أجمل منك صوت صاحب الصوت الجميل بيكسب الأجر والثواب لما يكون صوته بالأذان وصوته بالقرآن فكان المؤذن هو بلال رضي الله عنه وأرضاه المؤذنين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام هم أربع اثنان كان منهم في المدينة وهو بلال وبلال كان اختصاصه أذان التهجد هل الأذان أذانين هل هون نحن ما منطبق لي السنة هل أروح مثلا على بلد البلدان البلاد المجاورة مثلا روح على عمان عندهم الأذانين أذان التهجد ثم أذان الفجر سيدنا بلال كان يفيئ الناس على صوته رضي الله عنه وأرضاه وسيدنا عبد الله بن أم كتوم اللي نزل بحقه عبس وتولى كان يؤذن للفجر كان فيه رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة اسمه أبو محذورة كان يؤذن في مكة وكان في قباء في آخر عهد النبي صحابي اسمه سعد القر كان يؤذن في قباء هذه الملهم معروفين المعروفين الاثنين المشهورين بلال وعبد الله بن أمي مكتوم رضي الله عنه وأرضاه شيء الذي يلفت النظر أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام شوفوا الحب كان بلال كلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تخنقه العبرة بالبكاء بعد يطلع معه فطلب من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه وكان سيده أن يعفيه من الأذان يا بلال قال له أبدا قال وخرج من المدينة بعد حسن يعد في المدينة راح النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتى إلى الشام حسب الرواية التي قرأتها سيدنا بلال كان نزيل منطقة معروفة في دمشق اسمها دارية سيدنا بلال كان في دارية سيدنا بلال رأى في الرؤية من يحب رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه مكتوبة موثقة في كتب السير أن النبي عليه الصلاة والسلام رأاه في الرؤية فقال ما هذا الجفاء يا بلال أما آن لك أن تزورنا قال استيقظ قبل الفجر وركب دابته منتظر حتى يطلع الفجر وذهب إلى المدينة المنورة ووقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي قال جاء في وقت السحر الحسن والحسين إلى مسجد رسول الله فرأوا بلاله أخذوه وصاروا يقبلوه وهو يقبلهم وقالوا له أذن لنا في وقت السحر فإنك كنت تؤذن لرسول الله في وقت السحر فقام فأذن قال عندما سمعوا بلال يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله قال خرجت النساء من خدورهن من البيوت ما تصفى حتى يعني المرة بتصلي في بيتها كلهم خرجوا قال ما رؤيت المدينة ببكاء كتلك الليلة قال حتى قال بعضهم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مين إجاها بلال الله يهنيه مربوط ذكره بذكر النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا بلال رضي الله عنه وأرضاه كان عبد مملوك أول من أسلم من العبيد يعني هو قرن إسلامه بإسلام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يعني أسلم يعني ضل مع النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة يعني من السابقين الأولين لما أسلم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أسلم بلال كان مملوك سبحان الله الإنسان تشكر الله إلا في هذه الأيام أنت حر قال أسلم وأعلن إسلامه فعلم أمية ابن خلف قال فكان يربطه من عنقه كما تربط الإبل قال ويجعل الصبيان يجرونه ويقول ويخرجه إلى الرمضاء إلى الصحراء الصحراء الحجاز ويجعل على بطنه صخرا كبيرا يمكن بفيلم الرسالة يجسد يعني شيء من الله وهو صاحب المقولة المشهورة يقول أحد أحد فرد صمد علم النبي صلى الله عليه وسلم قال فأرسل أبا بكر من أجل أن يفديه قال له يا أبو بكر سيدنا أبو بكر الدفيع هذا هو الحب ذهب أبو بكر إلى أمية بن خلف قال ففداه بخمس أوقيات من الزهب ما كان عندهم كيلو بلوئية خمس أويات يعني كيلو ذهب كيلو ذهب هل لحق ملايين فقال أمية لأبي بكر رضي الله عنه لو أعطيتني أوقية لأعتقته وملكته إياك بويه قال والله لو طلبت مئة أوقية من الذهب لأعطيتك فداء من أجل بلال واخذ بلال وصار بلال حرا لوجه الله عز وجل بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى في أمية ابن خلف وفي بلال وفي أبي بكر قرآن فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى مين هو أبو بكر الذي يؤتي ماله يتزكى في صورة الليل لما بتقروا هي ذكروا نبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة آخى بينه وبين صحابي جليل معروف سيدنا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه يقول النبي صلى الله عليه وسلم السباق أربع في أربع ما حدثبهم قال أنا سابق العرب أول من يعني أعلن إيمانه من العرب هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وبلال سابق الحبشة أول من آمن من أهل الحبشة ومن ذوي البشر السوداء هو بلال وسلمان سابق الفرس وصهيب سابق الروم رضي الله عنهم وأرضاهم سيدنا بلال كان له صفة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان خازن النبي يعني النبي يحط معه المصاري محل ثقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج أبو نعيم في الحلية قال لقيت بلالا فقلت يا بلال حدثني كيف كانت نفقة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان ينفقه فقال ما كان له شيء كنت أنا الذي له ذاك مذبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا أتاه المسلم فرآه عاريا يأمرني به فأنطلق فأستقرض وأشتري البردة فأكسوه وأطعمه يعني مين يعني من يتولى البيع والشراء والدفع الإنسان الأمين من هو بلال صادق في المحبة وصادق في التعامل رضي الله عنه وأرضاه من فضائله ما أخرجه أبو بكر رضي الله عنه ما أخرجه البخاري أن عمر رضي الله عنه يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا أبو بكر سيدنا هيك الرواية وأعتق سيدنا ما اعتبر إيش أنه سيدنا بلال منا سيدنا بلال دفن في الشام قيل مات في دارية ودفن في باب الصغير للأسف أنه كثير من الناس ما يعرفون أنه سيدنا بلال اللي بلال وما أدراك كما بلال هو مدفون في باب الصغير رضي الله عنه وأرضاه نبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء والمعراج لما عرج به إلى السماء السابعة لما دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى وصل إلى يعني مرحل من مراحل القرب من الله عز وجل في سدرة المنتهى وإذ يسمع وقرقعة أقدام بلال سيدنا بلال يبدو أنه بمشته حركة معينة لما نزل النبي عليه الصلاة والسلام نادى له لبلال قال له يا بلال أتسبق نبيك إلى الجنة شافوا أنه يعني فايت على الجنة قبل منه سيدنا بلال من أهل الجنة وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة أنا قرقعت أقدامك سمعتها في الجنة قال ما عملت عملا في الإسلام أرجى عندي من أني لا أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار يعني ما 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 توضأت إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي في رواية ما أحدثت إلا وتوضأت وما توضأت إلا وصليت ركعتين وين صار الجنة النبي عليه الصلاة والسلام سمع قرقعة دفن عليه وهو وادخلوا الجنة قبل النبي ما أحدثت ما فت على بيت الخلا إلا وتوضأت وما توضأت إلا وصليت ركعتين رضي الله عن بلال من القصص النادرة عن بلال رضي الله عنه وأرضاه نو كان نزيل الشام لما أجل سيدنا عمر إلى بيت المقدس وكان في الشام راح لعنده كمان صار نفس القصة قام فأذن في السحر فبكى عمر بكاءا قال ما بكي عمر مثل هذا البكاء نياله اللي اللي كلامه بذكر بالله حاله بذكر بالله ما في مثل سيدنا بلال يعني في الحب والإخلاص والصدق صدق الله فصدقه الله تصوروا أنه ما مرضي يعد في المدينة ما تتحمل محبوب النبي عليه الصلاة والسلام يعني فارق الدنيا في جسده لكنه أتاه في المنام قال أما أنا أنت زورنا يا بلال عمل حاله راح على المدينة اللهم ارزقنا زيارة نبيك اللهم ارزقنا زيارة روض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الرجال أولئك آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع بلال ابن رباح ما يعني ما هو لا محدث ولا هو من كتاب الوحي شو هو هو مؤذن ما هي الشغلة أنه أنت تكون عبقر كتير كفي أنه يكون إليك صفة صفة الحب رضي الله عنه وأرضاه نياله اللي صوته حلو وبأدن المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم يوم القيامة اللهم ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا والله يا أخوانا الكرام كل ما تتذكروا شخصية من الشخصيات العظيمة مثل سيدنا بلال ألا نحن صفحة جديدة إلا بعد رمضان اللي حكينا عنهم في رمضان لكن سوف نتحدث عن الصحابة وعن التابعين وعن وعن الذين كانوا في هذا العصر قبل مئة سنة نحن تحدثنا عن صلاح الدين وتحدثنا عن الإمام البخاري وتحدثنا عن الإمام الشافعي وتحدثنا عن الإمام القرطبي وتحدثنا عن مصعب بن عمير كل هدول يجب أن يشحثوا همامنا نحو القمم العالية في الأخلاق والقيم وين متل بلال في متل بلال الآن إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاحهم أنا أهويب إذا الواحد ذيك سحله في ساعة من ساعات العصر أنه يروح على باب صغير وزور سيدنا بلال يا أخي سيدنا بلال والله في ناس يأتون آلاف الكيلومترات بس ليزوروا سيدنا بلال بيننا وبين سيدنا بلال ألا بيننا وبين باب صغير خمسة كيلو روح وقف والسلام عليك يا بلال يا صاحب رسول الله يا مؤذن رسول الله رضي الله عنك وأرضاه ليش إجاء على فكرة مو بس أنه طلع من المدينة كان مجاهدا توفي في سنة واحد وعشرين للهجرة وكان عمره سبعين عاما رضي الله عنه وأرضاه مو شغلة تكون أشهر ولا عيونك زرقها سيدنا بلال كان عبدا أسودا حبشيا ولكن كان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني سبحان الله أنا ما رأيته ولكن شعرت بروحه شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما بيوكل بالسحر إلا أهل الأرواح التي تحلق إلى بارئها يعني هذا الصوت يسمونه ملائكة صحيح نحن شايفين بفيلم الرسالة يطلع سيدنا بلال يأذن هذا الأذان بطريقة لكن أظن أن صوته أندى من أي صوت سمعتموه لما النبي بيقول علمه بلال فإنه أندى منك صوت يعني إنه هذه هي الحقيقة وهذا هو الواقع رضي الله عن بلال رحم الله سيدنا بلال ابن رباح أسأل الله عز وجل أن يجعل روحه فعليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا